مريم الدباغ كل ما تتكلم إلا وتعمل بالبلا كبيرة في البلاد وما يسلم منها حتى أحد وكل مرة عاملة مشكلة كبيرة وتحكي وكأنها هي الفتقة ناطقة في البلاد وكل شي تحت إمرتها إخر تصريح للدباغ أحكيت فيها على أعلامي مشهور قالت لي وقفوا في مطار تونس قرتاج وهو وهو وصحبته وهي اللي كانت السبب وراء الإيقافة ذي والتصريح هذا بتبيع أثار بالبلا كبيرة وبرشانيس تسائل وشكون يقفوا رها ورا مريم الدباغ ومنين ليها هي بالمعلومات هذه ومنين ليها باش تتحدث وكأنها صاحبة نفوذ وتؤمر وتني في البلاد وتوقف في العبات مريم الدباغ وجدت كلمها الإعلامي من غير ما تذكر اسمه لكن لمحة هو شكون وقتل وش قاولك توفت هانتيلا وسكر عليك البيرو واللي ترعش كيف شانو والله سخفتني قتل وسكرت لك البرنامج مرة والمرة جاي باش نسكر لك عشرة ما تلعبش معي وما تلعبش مع اللي أقوى منك وما زلت ما نيش مسامحة بعد التصريح هذا نسكول قاعدة تلوج شكون وشكونه الإعلامي اللي تحكي عليه مريم الدباغ اللي هو سامير الويفي اللي تعركت معه قبل بعد ما صارت مشكلة بينها وبين عربية حمادي في برنامج متاعه وصارت مشكلة كبيرة وقتها وعقبوه وسكروا له البرنامج ويبدو أنه مريم الدباغ قلبها ما زل ما بردش على سامير الويفي وليزيد قوى الشكوك هذية في سامير الويفي أن وهو هبط ستتحكي فيها على مشكلة صارت له في المطار لكن ما لمحش بالضبط ما قالش اللي يوقفه ولا عركة كبيرة جوز تحكي على مشكلة وإشكالية صارت له في المطار وقالت مريم الدباغ يعني اللي هي اللي تثبت في الإيقافة هذية وعملت بلبلة كبيرة منين لها مريم الدباغ يخيبش تحكم هي في الأمن في المطار وتحكم في البلاد وتوقف العبيد وتخرج العبيد وهذية الكل معناها بتبيعة كل ما تخرج مريم الدباغ تعمل مشكلة كبيرة بارشة ترجمة نانسي قنقر